نرحب بحضراتكم مرة تانية احيان من اهم المشروعات المتعلقة بالزراعة ومشروع مستقبل مصر واحد من اهم المشروعات التموية ضمن مخطط انشاء الدلتة الجديدة لحفاظ على الامن الغذائي المصري واللي بتستهدف زراعة اكتر من 2 مليون و 200 ألف فدام من الاراضي الزراعية الجديدة ده عشان نقل الاستراد السلعة الاجذائية الرئيسية من الخارج لسد الفجوة الاستهلاكية خصوصا من محصول الامن عشان كده واحنا في موسم حصاد دهب الأصفر بيسعدنا ان يكون معنا ضفنا الدكتور ياسر عبد الحكيمي المستشار العلمي لمدير مشروع مستقبل مصر عشان يكلمنا عن اهمية هذه المشروعات الزراعية اللي الدولة مهتمة بها خاصة المشروع مستقبل مصر والدلتة الجديدة اهلا بيك فان دم نورنا في صباح يا اهلا بيك فان دم صباح الخير على حضرتك طبعا احنا نحتاج من حضرتك شرح تفصيلي للمشروع مستقبل مصر اللي موجود ضمن الدلتة الجديدة لكن نبدأ من اهتمام السيد الرئيس بهذا المشروع لسه انبارح تحديدا كان فيه اجتماع بهذا الخصوص عشان نزود المساحة المزروعة في هذه المنطقة نعتمد على احدث الاساليب التكنولوجية الحديثة عشان تساعدنا في زيادة الانتاج وطبعا كان فيه تكليف وتوجيهات واضحة وصريحة ومباشرة بخصوص محصول الامح عايزين نتعرف من حضرتك على الموقف التنفيذي لهذا المشروع بعد خمس سنوات تقريبا منذ البدء فيه المشروع مستقبل مصر هو باكورة مشروع دلتة الجديدة اجمالي مساحة مشروع دلتة جديدة 2.2 مليون فدان مشروع مستقبل مصر وتابع القوات الجوية هو الواحده اكتر من مليون ومئة الفدان تقريبا 50% من مساحة حتى الان يعني من مساحة مشروع دلتة الجديدة بداية المشروع كانت في 2017 واعتقد معظم الناس عارفة كده الاعتماد الاساسي في المشروع على مية الابار ودخله رأي تكميلي بترع ان شاء الله من فرع رشيد عشان نكمل مع مية الابار اساس المشروع والتوجيه الرئاسي اللي واخده المشروع هو التركيز على المحاصيل الاستراتيجية اللي احنا فيه فاتورة استرات كبيرة بتدفع فيها وعلى رأساها طبعا محاصيل الحبوب وعلى رأساها محاصيل زي الامح مثلا من ضمن المحاصيل اللي احنا مستهدفينها في المشروع محصول زي محصول بنجر السكر مثلا محصول بنجر السكر نقدر نقول ان ده حاجة على الواقع وعلى الارض حققنا فيها نجاحات بحق وحقيق قدرنا فعلا ان احنا نغطي جزء كبير من استراضنا احنا بنستورد كنا بنستورد تقريبا 30% من احتاجاتنا من السكر في الوقت الحالي اقتربنا تقريبا من الاتفاق الذاتي على حس مشروع مستقبل مصر فدي قصة نجاح موجودة بالفعل ومن اكبر المشروعات اللي فيها اكبر مساحة بنجر سكر بيتعاقد مع اكثر من 6 مصانع السكر فمصر هو مشروع مستقبل مصر لتغطية الانتاج متوسط انتاجية ما شاء الله محترم جدا لا يقل عن اي متوسط انتاجية على مستوى العالم احنا تقريبا في معادة الزراعة الطبيعي في البنجر مثلا بنوصل اكثر من 45 طن في الفدان ل60 طن كمان في بعض الاحيان العروة المبكرة او المتأخرة طبعا انتاجها بقل ونسبة السكر فيها بتبقى اعلى شوية بس الانتاج بقل عشان الظروف الجواب بتاعته المحصول ده يعني كفكرة سريعة كده عن مشروع مستقبل مصر طيب حضرتك يمكن ديتنا مثال عن محصول بنجر السكر واحنا نتكلم نهارده عن الامح عندنا بالفعل مساحة منزرعة من الامح في مشروع مستقبل مصر طبعا بصدد زيادة 40 الف فدان خلينا نعرف من حضرتك اولا انتاجية الفدان كام اردب الجودة الجودة الامح كمان في هذه الاراضي لان في ناس بتعتقد ان الاراضي المستصلحة جودة المزروعات فيها ما بتبقاش اعلى جودة فعايزين نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر طيب في اعتقاد فعلا عند المعظم الناس على ان الارض ده يقول خير الارض وده انتاج الارض وان الارض الانتاج زراع بيرجع لخصوبة الارض ده صحيح قبل كان زمان اللي كان المزارع بيعتمد على خصوبة الارض ما بيعتمدش على ادارته هو المحصول عشان يوصل لأعلى انتاجية في العصر الحديث ومع التقدم العلمي اصبحت الزراع علم وعلم كبير جدا ايم حضرتك عشان يوصل لأعلى انتاجية بنحقق أعلى انتاجية في الاراضي الصحراوية الفقيرة غير خزبة أكثر من الأراضي الخزبة. وده يرجع لعدة أسباب. أولاً معظم الزراعات اللي في الأراضي الجديدة غزباً عني لازم بلجأ للنواحي العلمية السليمة اللي أنا في الصحراء. ما فيهاش ظهر بقى لازم أوصل لأحسن إنتاج بقى أقل تكلفة. عشان أقل تكلفة دي فبقى أمشي بمنهجاني. ببساطة خالص كمعلومة المعظم الناس. أول نقطة عشان أنجح في أنتاء أن أنا أوصل لأعلى إنتاج من الأمح مثلاً أدور على أفضل صنف مناسب لمنطقة بتاعته. ده أول قرار بأخذه. اختيار الصنف المناسب في المنطقة بتاعته دي. رقم اثنين الكسافة النباتية. هزر عم الكسافة النباتية قد إيه في الفدان. لو قليلة هيقل الإنتاج. لو الكسافة النباتية أعلى من اللازم برضو هيقل الإنتاج. فلازم بحدد الكسافة النباتية. رقم ثلاثة لازم بعمل برنامج تسميد محترم لكل احتياجات كل مرحلة مراحل النمو والنبات بالتسميد. اللي أنا أوصل بها لأعلى إنتاجية برضو. فلازم تعمل برنامج تسميد. ومع برنامج الرأي في النهاية عمليات الحصاد. لو أنا مشيت مع المنهج ده. اللي هو اختيار الصنف. معادي زراع مناسب بالكسافة النباتية السليمة. بإن أنا أعمل برنامج تسميد. وقاية مكافحة هوصل لأعلى إنتاجية بأقل تكلفة. المجوع عن سؤال حضرتك. طب هل الأراضي المستصلحة انتاجها أقل من الأراضي الخزبة. إطلاقا بالعكس. العكس تماما بقى. لأ إنتاجية الأراضي الجديدة في الوقت في الوقت الحالي أعلى من الأراضي الخزبة. عشان من يجلنا قلته. الأراضي الخزبة شغالة مع المزارع. برضو بالتراث القديم. بدماغه. باللي هو متوارس عنده. ومع التوعية بيحاولي غير طبعا. وأهم وأخطر نقطة. بتخلي دايما إنتاجية الأراضي الخزبة الأديمة. الأراضي السعودة. انتاجها أقل من الأراضي الصحراوية. هو نظام الرأي. الأراضي الخزبة بتتروي رأي بالغمر. الأراضي الجديدة في الصحراء. أنا مضطر أرويها رأي حديث. وإلا هيبقى في إهضار للماء. يبقى رأي بالطنقيت مثلا. طبعا ما رأي بالطنقيت. معناها ببساطة خالص. إن أنا بسمد النبات يوميا مع الرأي. فبيأكل يوميا. لازم يديني إنتاج عليه. أما اللي بيروي في الغمر في الأراضي القديمة. الخزبة الغنية الأفضل كثير. لكن بيرويها كل عشر أو خمساشر يوم حسب حولة الجو. يعني بيأكل النبات مع الرأي ده كل عشر خمساشر يوم. مستحيل بإنتاجيته. زي إنتاجية الأرض الجديدة. ده الفرق. وممكن تمتاز الأراضي القديمة بأن هي لو أنا رأيتها رأي بالطنقيت. فهتطلع منها إنتاج أعلى من الأرض المستصلحة الجديدة. ولكن بتكلفة أقل. عشان الأراضي خزبة. هي نتيجي بقى دور الخصوبة. أنها هتقلل التكلفة اللي أنا بصرفها. عظيم جدا. طب بما أني بتتبع المنهج العلمي في ده. ده معناه أن أي أرض صحر ينفع نزرع فيها؟ طبعا فإن. ينفع. معيارين بيحددوا إنتاجية أي محصول في الدنيا على رأسهم الأمحة مثلا. معيار المناخ ومعيار جودة المية. أما الأرض أي نوع أرض الزرع. بس فيه أرض مكلفة وأرض لأ. دائما الفكر ده مغلوطة عند الناس. يقوله دائما عشان المصطلح غلط. يقوله الأرض دي تنفع أمح و الأرض دي تنفعش أمح. اللفظ ده المصطلح ده غلط. ده carving صح. أنا قدر אני قدر أقول المناخ ده يقود في الأمح والمناخ ده ما يقودش في الأمح. قدر أقول نوعية المية اللي بروي بها دي. يقود معها الأمح و نوعية المية تانية لا يقود فيها إنتاج الأمح. يعني مثلا يعني لو قولنا معدي المناخ ده بتحكم باختيار معادة الزراعة. دي أخطر نقطة. الصنف المناسب في معادة الزراعة مناسبة. معادة الزراعة في الأمح مثلا الأسبوع الأخير. مع الأرض المناسبة كمان. طب. الأرض المناسبة فندم أقدر يعني هي ترجع للتكلفة بس. في أرض تكلفتني عبارة ما استصلحها. وفي أرض كويسة جدا مش محتاجة. تكلفني مثلا عشان أوصلها معها مثلا. لا لا محصولتش. إصلحها هي. في أراضي الأراضي يعني هي أرض سليمة وخزبة ومناسبة نموه النبات أو تحتوي على مشاكل تعيق إنتاج النبات. فبحل الم المشاكل دي فبتكلفني. تمام. لكن يعني أنا ما قدرش أتحكم في المناخ. لكن أعرف أتحكم في الأرض. وأصلح الأرض. لكن ما عرفش أتحكم في المناخ. حتى الصعب الزراعيات تحكم فيها في المناخ تحكم نسبي بسيط. مش تحكم كبير. عشكال ربنا في القرآن بيقول أنتم تزرعونا وأبنحن الزرعون. لأننا ما بتحكمش في المناخ. صحيح. لكن الأرض نتحكم فيها فن. ففي أرض تكلفك. على بال ما تصلحها وتبقى مناسبة لإنتاج. وفي أرض جهزة أوتوماتيك. مش محتاجة تكلف ده الفرق بس في الأرض يعني. فالأمح مثلا. لو أنا هزرعه في الأسبوع الأخير بالشهر عشرة. والأسبوع الأول من شهر 11. أخد أعلى إنتاجية. ليه؟ دي بتبقى ظروف جوية مناسبة جدا لمو الأمحة. طب لو بدرت عن كده. لا. ظروف غير مناسبة. خالص. كويس. طب لو تأخرت عن كده. ظروف غير مناسبة. المحصول يقل على طول. على طول. فمجرد اختيار معادة الزراع السليم. تأخد أعلى إنتاجية. لأنك بتزرع النبات في الظروف الجوية اللي هو عوزها مش اللي أنا أعملها. هو هو ربنا خلق ومحتاج الظروف دي. أنا بقت الأمحة مثلا في أول عمره عشان ينبت وعشان يعمل تفريع ويد النموه خضري عاوز جاوه بارد ونهار قصير. يعقبه نهار طويل ودرجات حرارة دافية شوية أو عالية شوية عشان يظهر يدي السنبولة يعني وينضج. لو عكس تره الظروف دي عمره ما يطالع محصول. تعكسها بما عند زراع الغلط. سواء مبكر أو متأخر. عشان كده فيه تمام بالبحث العلم. طبعا يا فندم. المعلوم دي رغم منتها البساطة إلا أن هي دي منتها الخطورة ودي اللي بتحدد أعلى إنتاج أو أول إنتاج.